الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على زين المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأسألك يا ربنا اللطف والإعانة في جميع الأمور والأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جناتك جنات القربات وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السؤال أتريد أن تكون عبدا من عباد الرحمن أتريد أن تنتسب إلى ربك جل وعلا وتريد أن تسمى عبدا من عباده أتريد أن تتصف بصفات العبد الذي يحب ربه ويشتاق إليه كل ما عليك فعله أن تربط الأحزمة وأن تعد العدة في هذه الحلقة المباركة ونأخذ بأيدينا مع بعضنا لمعرفة صفات الرحمن وصفات عباد الرحمن حتى نتصف بهذه الصفات فكثير من الناس يصفون أنفسهم بأنهم عبيد للرحمن بأقوالهم يقولون بأنهم عبيد للرحمن لكن أفعالهم تدل على أنهم عبيد من عباد الشياطين نسأل الله السلامة والعفو والعافية ترى ما هي صفات العبد المطيع لربه وما هي صفات عباد الرحمن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا صفاتا وأحوالا لعباد الرحمن الذين انتسبوا لربهم الذين أقبلوا على ربهم الذين جاءوا لربهم بقلب سليم كما قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الرحمن أخواننا فتشت في كتاب الله عز وجل فوجدت أن الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان في ثمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وحاولت أن أبحث وأن أفهم من هم عباد الرحمن وما هي صفاتهم وكيف أتصف بهذه الصفات حتى يصح انتسابي أن أكون عبدا من عباد الرحمن كل ذلك ذكره ربنا جل وعلا في آيات قرآنية ابتدأ في مطلعها وعباد الرحمن وعباد الرحمن عباد الرحمن لابد قبل أن ندخل في الصفات ترى نفسك هل أنت عبد للرحمن أم لا العبودية أن تمتثل لله رب العالمين وتتذلل لله تعالى في كل حركاتك وسكناتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أعظم مقام تتصف به أن تكون عبدا لله لذلك قال الله تعالى في حادثة الإسراء والمعراج في مطلع صورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل بنبيه ولم يقل برسوله ولم يقل بحبيبه وإنما ماذا قال سبحان الذي أسرى بعبده فأول شيء حتى تسمى عبدا من عباد الرحمن ماذا تصنع لا بد أن نطلع ونعد العدة مع بعضنا ونربط أحزمتنا كويس ونجهز الزاد لمعرفة عباد الرحمن ندخل مع بعضنا في الآية الكريمة الله جل جلاله يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون يمشون على الأرض هون هذه صفات عباد الرحمن أول صفة من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هون الله جل جلاله أمرنا أن نمشي بين الناس مشية المتواضعين وأن لا نمشي مشية المتكبرين ومن أراد أن يعتز فليعتز بالله المؤمن يا أخواننا عزيز بالله عزه بالله نصره بالله نصره برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله إذا طلبنا العزة من غير الله مصيرنا الذل لماذا؟ لأن الله جل جلاله يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وفي الآية الأخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فأنت عزيز صدقني أنت عزيز وإن تغالي عند الله سبحانه وتعالى أمدك بالنعم وأفاض عليك بنعمه الظاهر والباطن لذلك الله تعالى قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وفي دعاء القنوط ماذا نقول؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ثم اسمع لبعد هي ماذا قال؟ إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت من والاه الله عز وجل ومن أقبل على الله سبحانه وتعالى أم يمكن أن يذل؟ يستحيل يا أخوانا لا يذل عبد أقبل على ربه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت هل يعز من عاد الله سبحانه وتعالى؟ يستحيل يستحيل مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل بل ومليون وتريليون مستحيل أن تعصيه وتربح المعادلة واضحة جدا تب بالرباح كن من أهل الطاعة كن من عباد الرحمن لا تمشي بين الناس متكبرا لا تمشي حتى تنسب لله وحده عباد الشيطان يمشون مشية المتكبرين مشية الخيالاء مشية التي ترضي الطاغوت وترضي الشيطان وتجعل الإنسان حبيس شهواته وحبيس نزواته وحبيس لذاته فهو عبد للشيطان أما عبد الرحمن قال الله تعالى عنه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون ينسبهم الله تعالى لعلمه جل وعلا أنهم أهل لرحمته أنهم أهل لعفوه أنهم أهل لأن يرضى الله تعالى عنهم أقبلوا على الله فأحبهم الله ونسبهم الله تعالى إليه وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إذن أول صفة من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هون صفة المشي يا أخواننا لها قيمة عالية عند الله سبحانه وتعالى لأنك غالي عند الله عز وجل فالله تعالى ضبط فينا كل شيء كل شيء ضبط فينا اضبطنا عيوننا وقال ما تشوفوش بيهم للحرام اضبطنا ألسنتنا قال ما تكلموش بيهم بكلام ما ينفعش وإلا كلام محرم اضبط حركاتنا اضبط سكناتنا اضبط حتى مشيتنا نعم ضبط الله تعالى لنا حتى مشيتنا المتكبرون لهم مشية خاصة نحن نعرفوهم المتكبرين هذا اللي يبدو ماشينا في خير ريشهم بفصط الناس ويبدأ ماشي كأن الشيطان حاصل عليه من كل جهة عياذا بالله وخشم في السماء واكتاف فردهم ويمشي لا يلقي سلام على العباد ولا يكلم العباد ولا أبدا على الإطلاق كل معالم الإسلام وكل تعاليم الإسلام التي جاء بها الإسلام لا يلتفت إليها لا يلقي السلام على الناس لا يرحب بالناس لا يحترم في الناس وفيه الذي لا يسلم إلا على أصحاب المكانات العالية فتلقاه مرات في مجمع يتخطى في الناس يتخطى في رقاب الناس وإلا يبدأ مار في الطريق خمسة واقفين ولا ستة واقفين وإلا عشرة ولا اللي هو يبدأ يكلم خير يفلان خير يفلان مع تلك النظرة العبوس القمطريرة وقايم خشمة في السماء وإلا حتى في مجتمع النساء في مجتمع النساء داخل المناسبات في الأفراح وفي المآتم تخش تتخطى في الناس وإلا تخش الخير يفلانا الخير يعلانا هذا لا يستقيم يا أخوانا عباد الرحمن مش هكرة عباد الرحمن ليسوا كذلك عباد الرحمن يخبرنا الله تعالى عنهم قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون بشوية بشوية ليك على من تتكبر انت تتكبر على خلق الله هذا لا يستقيم قل له خير يا فلان هم مجموعة موجودين السلام محلها لما تكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الله وصفات عباد الرحمن يتواضعون لخلق الله لعلمهم أنهم من الأرض أنهم من تراب وسيرجعون إلى التراب قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يعرف إنه هو من تراب انت تشتغل على انك انت تحافظ على بوهجتك فسط الناس وعلى ما يسمى الآن بين هلالين البريستيج متاعك وعلى مكانتك بين الناس مكانتك تكمن في أن تكون عبدا من عباد الرحمن مكانتك وجائزتك وفخرك وافتخارك أن تنسب للرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وكلامي هذا مش معناها إن الإنسان يمشي بين الناس منكس الرأس مدلول يعني يطيح من نفسه وإلا كذا لا الإسلام لم ينادي هكذا بل يعني الآن فيه ليفهم هكذا لكن الإسلام وما جاء به ربنا في وصف عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب عليه الصلاة وأزكى السلام كان إذا مشى أسرع في مشيته صلى الله عليه وسلم وكان أحسنها وأسكنها صلى الله عليه وسلم يروي الصحابة الكرام في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول الصحابي الجليل وأريد أن أنقله بنصه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن ابن صخر راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت ما رأيت بالله يسمحها أخي الكريم ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام جو سئلهم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عمر ابن العاص ماذا يقول عمر ابن العاص وقيل أنه عبد الله ابن عمر ابن العاص يسألون عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أجابوا قالوا ومن الذي يستطيع أن يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللي يقدر يملي عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال الله تعالى فيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الذي قال الله تعالى فيه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ماذا يصنع؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هكذا قال الله تعالى فسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم يقول وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأنما الأرض تطواله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد فالقرآن يا أخواننا بيّن لنا صفات عباد الرحمن أول صفة في عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هون ولما نفتح سور القرآن الأخرى نجد أن القرآن قد نهانا بل ذم القرآن التبختر وذم القرآن التكبر على خلق الله سبحانه وتعالى الكبر حرام الكبر يحجبك عن الله الكبر يمنعك من الجنان وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحرم من أن تندرج في سجل أحباب الله عز وجل لأن الله لا يحب المتكبرين وتحرم من الجنان لأن سيد الأنام قال لا يدخل الجنة من هو يا رسول الله لا يدخل الجنة قال من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر عياذا بالله لهذا كان نافخك الشيطان ومقيل لك أنك أنت أحسن واحد في العالم قول لها راك أنت تكذب علي كان نفسك نفخاتك وقالت لك شهادتك هذه اللي تحصلت عليها لم يسبقك لها أحد من العالمين قول لها راك أنت تكذب علي لو شيطانك أو نفسك قالوا لك بأنك أنت أحسن الناس وتكبر على خلق الله لا لا يعني وضح لهم الحقيقة المرة لأن الحقيقة المرة يا أخواننا أفضل ألف مرة من الوحم المريح فيه اللي يصدق في روحه يصدق في روحه إنه أحسن الخلق وإذا رأى إنسان مميز وإلا إنسان ربي ناعم عليه بنعمة وإلا كذا تلقى نافخ الشيطان مباشرة يحرك الحسد لسانه ويصبح يتكلم على هذا الإنسان المميز بالسر ليش لأنه يرى في مدح الآخرين لغيره منقصة فيه وهذه مصيبة يا أخوان هذه مصيبة هذه من الأمراض ومن العقد التي يكون أساسها ومحركها الكبر والحسد يا ذنب الله والله يا أخواننا فيه ليقول أنه نمرض لما يشكروا حد قدامي يبدأ ركبني ستين عفري يتخيرك يا أخانا لا والله يقول أنه لما لما يشكروا حد قدامي نتعب يبّي الناس كلهم تحته وهو فوق في اسمه سلم يا رب فلهذا الله جل جلاله ماذا قال لما ضبط مشيتنا قال ولا تمشي اسمحها بالله عليك لا ناهية زي ما قلنا هي لا ناهية يعني ينهاك الله تعالى عن مشية معينة شنهي لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني أنت لما تمشي بين الناس مشيت المتبخت الله يغضب والرسول لا يحبك الله لا يحبك ويغضب والرسول لا يحبك محروم من الجنان منبوذ من البشر ممن حولك ليش؟ لأن الشيطان حصل عليك مندخلك العجوب مندخلك حب الذات أناء أناء الأناء الحرفة هي هي اللي ضيعت يعني الناس ضيعت طالب العلم وضيعت الدكتور وضيعت المهندس وضيعت الناس لذلك الله جل جلاله ماذا يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ويقول في الآية الأخرى واقصد في مشيك ولا تصاعر خدك للناس هذه وصية لقمان لابنه يذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز ماذا يقول الله عز وجل ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا لماذا إن الله لا يحب كل مختال فخور ثم قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فلهذا لا تبعد وجهك عن الناس لما تكلم الناس وإلا يكلموك لا تحتقر الناس لا تزدر الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصافح المصافح فلا يسحب يده النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزع إلا لما ينزع اللي قدامه مش يتأفف الإنسان الآن لما يشوف إخوانه أو جيها أكيد يبي حاجة يقول تلقاه يهرب يدخل من باب ويطلع من باب يتأفف من إخوانه المؤمنين لماذا لأن أصابه الكبر كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد فيه مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ولا تتكلم مع الناس وأنت معرض عنهم تبدأ حاط إيدك في ذا خلي وجهك مقابل لي تقول إش تشبح على شمالك وعلى يمينك وتقول إيه 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 وإلا شاد التليفون في ذاك وإلا لاهي في حاجة لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كله صلى الله عليه وسلم لمن يقابله صلوات ربي وسلامه عليه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بوجهك وبكلك وبابتسامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بساما ضحاكا صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم مبارك سيد المعام إذن بعد اللي اسمعناها دا يقول لها أعلاش الكبر يا أخواننا على أي شيء نتكبر أنا بأي شيء نتفاخر نتفاخر بصحتي والله أكرمكم الله حتى الحيوانات فيه من حيوانات عندهم صحة أعظم من بني البشر تتفاخر بمالك الله تعالى حسبك ما قال الله عز وجل في سورة القصص عن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنما فاتحه يستحيل إنك أنت توصل غادي لتنوء بالعصبة لقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرعين هل تتكبر بماذا تتكبر بمالك؟ عندك مال قارون إنت على من تتكبر؟ تتكبر باش بغرايتك؟ حتى بعلم الأولين والآخرين؟ تتكبر بجاهك؟ اليوم موجود وضعه مش موجود بأي شيء تتكبر؟ وعلى أي شيء تتكبر؟ وعلى من تتكبر؟ تتكبر على خلق الله عز وجل؟ تتكبر على الضعفاء؟ تتكبر على عموم الناس وعلى عموم العباد؟ على أي شيء تتكبر؟ بعض اللي اسمعناه على أي شيء تتكبر؟ رفعة الخشم الكذابة اللي موجودة فصنا جاكت روكي على بعضنا ونقيم وخشومنا على بعضنا وكل شيء هو هواء تواضع تكون كالنجمي الناظم يقول تواضع تواضع تكون كالنجم لا حال ناظر على صفحات الماء وهو رفيع على صفحات الماء وهو رفيع ثم قال ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع وأكرم أخلاق الفتى أكرم أخلاق الفتى ما هي؟ وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع يعني أكرم أخلاق الفتى وأجل أخلاق الفتى أن يتواضع الإنسان للناس وهو رفيع عند الله جل وعلا لكن القبح وين؟ لكن القبح وين؟ كواحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي معهم كان يمشي بين أصحابه حتى لما يأتي الغريب بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم الغريب الذي لا يعرفه ماذا يقول أيكم ابن عبد المطلب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم لذلك قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل هو جالس مع رسول الله يسمع عن الملوك ويسمع على الجبابرة ويسمع لكذا فجيء اجلس مع مني؟ اجلس مع حبيب الرحمن اجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما اجلس ارتعدت فرائسه خاف مهابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا لعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعدت فرائسه طمأنه الحبيب صلى الله عليه وسلم طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم شين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ترى قال لها على رسلك شوي عليك ما تخافش هذا الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم قال لها على رسلك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة في مكة صلى الله عليه وسلم شوية ليه قال الآن فيه اللي يفزع في الناس فيه اللي يدير في تليفون تليفون يراعش فيه من ناس حتى ردان تتحاشى أن ترد عليهم وإذا ردت عليهم بالهاتف تقول إن شاء الله خير هذا ما يجيبش إلا بالشر ما يجيبش إلا الخبر المشباهي ما يعرفش يعرض ما يعرفش يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم كان يطمئن الناس رسائل كلها ربانية رسائل كلها تدعو إلى المحبة وإلى السلام لكن لما تقعد إنت تتصل بالناس تراعش في الناس وإلا تكتب في أخبار مزعجة من شأنها بث الذعر والفتن والشائعات بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن الناس صلى الله عليه وسلم على رسلك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة في مكة صلى الله عليه وسلم لازلنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز لهؤلاء المتكبرين لهؤلاء الذين يعبثون بأقدار العباد لهؤلاء الذين تلبس بهم الشيطان ولبس عليهم إبليس يقول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كونوا من المتواضعين في حادثة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم وضع سيفه وقال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف اخدوه مجموعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه في رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم السيف هذا من يأخذ بحقه فأبو دجان ماذا قال لهو الصحابي الجليل سماك ابن أوس ماذا قال أنا أخذه يا رسول الله أخده أبو دجان وأبو دجان كان معروف بين المسلمين إنه كان رجل شجاع وكان مقدام فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اخده السيف ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر يتبختر بين الصفين يعني يمشي بين الصفين متكبرا يمشي بين الناس متكبرا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هذه مشية يبغضها الله إلا في غير هذا الموضع المشية هدية مشية المتكبرين لا يحبها الله جل وعلا في خاتمة مقالي الحقيقة الكلام معكم ذو شجون في خاتمة مقالي لازلنا في عباد الرحمن وصفات عباد الرحمن إن يسر الله لنا ولكم اللقاء قلت كلاما إن وفقت فيه فذلك من الله إن أخطأت فذلك من نفسي لعجزي وتقصيري وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر